أهل البيت تعريفهم وحقوقهم قد أوجب الله لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم حقوقا وخصهم بفضائل يجب على كل مسلم أن يحترمها ويقوم بأدائها لهم طاعة لله تعالى ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ التعريف اللغوي الآل جاء في معجم مقاييس اللغة قوله آل الرجل أهل بيته وأما آل البيت سكانه التعريف الاصطلاحي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولاده وذريتهم وأزواجه ومن تحرم عليه الزكاة من أقاربه صلى الله عليه وسلم وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية لآل البيت عند أهل السنة والجماعة حقوق منها حق المولاة والمحبة فتجب محبتهم لإيمانهم وتجب محبتهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي اثنان حق الدفاع والذب عنهم وتبرئة ساحتهم مما ينسب إليهم كذبا وزورا والدفاع عنهم لا يعني مجرد الرد على من يسبهم بل ويشمل ذلك الرد على من غلى فيهم وأنزلهم فوق منزلتهم مشروعية الصلاة عليهم وذلك في عقب الأذان وفي التشاهد آخر الصلاة وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم فالصلاة على آله من تمام الصلاة عليه وتوابعها لأن ذلك مما تقر به عينه ويزيده الله به شرفا وعلو أربع تحريم الزكاة والصدقة عليهم وذلك لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد قال شيخ الإسلام بن تيمية وأما تحريم الصدقة فحرموها عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعا للتهمة عنه كما لم يورث فلم يأخذ ورثته درهما ولا دينار هذه أهم الحقوق التي تجب لهم والواجب على كل مسلم مراعاتها ومعرفتها واتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تجاهها فضلا عن محبتهم وتوقيرهم أما شروط من يستحق هذه الحقوق من آل البيت فهو من توفر فيه شرطان وهما أولا الإسلام ثانيا ثبوت النسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر